بسانت رائعة بسانت جميلة نعمة عظيمة في ريال كبيرة وفيه أبطال آخرين النهاردة حصدوا مديليات عشان ما نساش حد بجانب نعبة وبجانب بسانت زيادة السيسي النهاردة خد ذهبية سلاح الصب وأشرف درويش خد في ديت التايكوندو وكريم كحلى خد في ديت الكيلين في رفع الأسكال ومحمد طلعت خد برونزية منافسات فردي الفروسية ورصيد مصر في المديليات وسل لتلاتة واربعين مديليا منهم حداشر دهب أربعتاشر في دية وطمنتاشر برونز حاجة رائعة حاجة رائعة الصور صور أبطالنا العظماء واحد 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 ناس دي لا عندها لجان إلكترونية ولا صفحات ولا أكوينتات ولا بيطلعوا ترند ولا عندهم قصف جبهات ولا عندهم حكايات ولا عندهم روايات ناس بتلعب رياضة ناس بتشرف بلدها في صمت رهيب بهدوء تام تام ولا هوا عشان كده إحنا بقى لنقعد نحتفل بيهم ما بيحتفلوش بنفسهم ما بيعملوش دوشة هم رايحين يمسكوا العلم ده يسمعوا عالم بلدهم ياخدوا المدالية ويروحوا يناموا بس بكرة يتدربوا وياخدوا مداليات أخرى بس بس احنا عندنا أبطال كتير قوي من ورق وأبطال كتير قوي قوي من دهب تعرفين طبعا الأبطال من الورق عايشين معهم كل يوم الأبطال اللي من دهب دول دول أبطال حقيين تانيين دول أبطال على ما تفرج يعني إن شاء الله يعني يبقى أبطال أبطال حقيين يعني الحمد لله من اليوم مبروك لبلدنا إن شاء الله مداليات أكتر وإن شاء الله أرقام أكتر لكل الأبطال العظماء دول حاجة